اعلنت وزارة الصحة خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما واجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 قبل خروجهم من الحجر الاحترازي ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 68 شخصا بعد خروج 38 شخصا في وقت سابق وافدت الوزارة بان الحالات التي تم اخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي ل 16 مواطن و 12 مواطن وصيني واندونسية منوهة الوزارة بان جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت اشراف طاقة من طبي متخصص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحتهم وصحة الجميع واكدت وزارة الصحة حرصها على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعة تطبيق جميع الاجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من ايطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الاسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما ضمن اجراءات العزل المنزلي والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابط الالكتروني او الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص لهم واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالاخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال اصابتهم به اشتركوا في القناة